لأول مرة بتاريخ الولايات المتحدة هيئة محلفين كبار في نيويورك تصوت على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد تحقيق في قضية الأموال الصامتة لأجل تغيير مسار تحقيق قضائي الادعاء العام في مانهاتن قال إنه تواصل مع محام ترامب لترتيب تسليمه نفسه من أجل التحقيق معه كما أن لائحة اتهام ترامب ما زالت سرية وفي أول ردة فعل له على القرار قال ترامب إن توجيه الاتهام إليه هو الضهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ وخشية من أي تداعيات أمنية أو احتجاجات لأنصار ترامب مع بدء جلسات محاكمته قالت شرطة نيويورك إنها لن تتسامح مع أي عنف مضيفة أنها ستراجع خطط انتشار عناصرها من أجل مواكبة التطورات الأمنية حلفاء ترامب وزملائه الجمهوريون انتقدوا الاتهامات ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية بينما قال الديمقراطيون أن لا أحد فوق القانون فيما أحجم البيت الأبيض عن التعليق هذه القضية الجنائية تعد الأولى من نوعها ضد رئيس أمريكي سابق كما تشكل صدمة لمحاولة ترامب العودة إلى البيت الأبيض عام 2024 الرئيس السابق ترامب يواجه تحقيقا آخر على خلفية مساعي قلب نتيجة انتخابات 2020 التي خسر فيها والتحريض على أعمال شغب أوقعت قتلى في الكابيتول قام بها أنصاره لمنع نقل السلطة إلى جو بايدن ترجمة نانسي قنقر